ممنقبل بقرار ظني مسيس ليلتف على رقبة المقاومة وسنقطع الحبل الذي يلتف على رقبة المقاومة وحزب الله بقرار ظني مسيس وساعتاً منهدمه منهدم المحكمة الدولية واضح؟ نحن نعتقد والناها ورجع نقولها أن ما قدمه السيد حسن نصر الله من أدلة حول اتهام إسرائيل هو كلام معتبر وجيد ويجب أن يتابع ودعينا ونعود وندعو الاشتراك الدولي لأخذ بهذا الكلام ومتابعته ونتمنى على حزب الله أن يقدم المزيد من الأدلة التي تدين إسرائيل لأنه هذا شرف للرئيس الحريري ندعيه ونعيب على من يحاول أن ينفيه أنه إسرائيل أتنته لا شرف أن تكون إسرائيل أتنته والذي يقول لا نحن نعيب عليه هذا الكلام ونحط احتمال واحتمال قول